بهدف الحصول على مكاسب سياسية واللعب على وتر المفاوضات وإطالة أمدها يحاول النظام الأسد استغلال حصار لأكثر من عشرة آلاف مدني في أحياء درع البلد عبر شروط جديدة لفرض الاستسلام على الأهالي وتجريدهم من سلاحهم ليتمكن من فرض سيطرته على المنطقة بالقوة في تفاصيل الخبر فإن النظام وحلفائه شنوا أعنف حملة قصف على أحياء درع البلد المحاصرة تزامنا مع محاولات اقتحامها من ثلاثة محاور وذلك بعد ساعات من الإعلان عن انهيار المفاوضات بسبب ما قالت اللجنة المركزية إنه بسبب تعنت النظام عدم تجاوبه مع الطروحات الروسية واستمراره في محاولة فرض شروطه وعدم احترامه لوقف إطلاق النار وفي موازات محاولات التقدم نحو المناطق المحاصرة يحاول النظام دفع الأهالي للقبول بحل أقرب للاستسلام من خلال مواصلة الضغوط على المدنيين وعلى الوفد المفاوض عنهم من خلال القصف الذي يكاد لا يهدأ ما بين القصف العنيف ومحاولات التقدم المستمرة يقف آلاف المدنيين بين فكي كماشا معاناتهم مستمرة ومأساتهم تزداد أكثر فأكثر خاصة مع صمت المجتمع الدولي منذ نحو سبعين يوما ومقومات الحياة من الغذاء والدواء والماء والكهرباء معدومة بسبب الحصار الخانة فإلى أين تتجه الأمور في المنطقة المتوترة منذ زمن؟ وهل تبقى الأمور على ما هي عليه أم أنها ستزداد تعقيدا في ظل تعنت الأسد وحلفائه وإصرارهم على الحل العسكري؟